من الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأن أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى في هذه الحياة؟ كيف تكون حياتك؟ ما تريده أن تكونه كله يأتي بفضل وبركة الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحين أبغى أقول الحين إشارة هامة جدا يغفل عنها كثير من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلنا نعرف حن فوائد وفضائل ومكرمات وجمال وعظمة الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أصبح ثابت ومجرب للإنسان إذا أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه أن يكثر من الصلاة على سيدنا محمد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أبي بن كعب أبي هذا جاء إلى النبي وقال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك أرجوكم أنتبهوا إلى لفظ الحديث إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي فما أجعل لك من صلاتي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير قلت اللي يقول هذا أبي بن كعب قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير فهو خير لك قلت الثلثين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت وإن زدت فهو خير قلت أجعل لك صلاتي كلها قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك الحين الكثير من من نسمعهم ويقرؤون هذا الحديث ويقولون ويمرون عليه لكن أنا أريد أن أمر على حرفين من هذين في هذا الحديث وهي من أهم ما يجب التنبه له يعني أحيانا واحد يقول له طيب أنا أكثر من الصلاة على النبي أو تيجي السيدة يقول طيب أنا أكثر من الصلاة على النبي همومي ما زالت موجودة أو مشاكلي ما زالت موجودة طيب النبي يقول تكفى همك ويغفر ذنبك طيب كيف همي ما يعني إيش همك يعني الحين مثلا أنت تبغيين مهمومة تبغيين تتزوجين بفضل الصلاة على النبي تتزوجين أنت وأنت مريض أو مريضة بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة وسلام تشفين أنت تبغى فلوس ووضعك ينستر أمورك تصير حلوة بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة وسلام أنت أنددك مشكلة نفسية بفضل الصلاة على النبي إيش همك إيش لأنت مهتم له ومشغول فيه ببركة وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة وسلام حتنزل كل همومك مش فقط همومك حتى ذنوبك كلها ربنا يغفرها الإشارة اللي أبغى أشير لها والسر اللي يحقق هذا الأمر أنه أغلبنا نحن نصلي على النبي ونريد تنحل مشاكلنا يعني أنا أصلي عليك يا سيدي يا رسول الله بس أبغى مشكلة المالية تنحل أنا أصلي عليك مثلا بنت من بناتنا الكريمات دايما تكلمني أنه أنا أصلي على النبي فقلت لها أصلي على النبي فكانت صلي كل يوم مثلا ثمان آلاف مرة خمس آلاف مرة أحيانا وصلت لعشر آلاف مرة ليه طيب يا وانت تبغي أن تصلي تقول أنه أنا أحب شخص وللحين ما تيسر الزواج منه فأريد أن أصلي عن النبي عشان أتزوجه شخص يقول أنه أنا والله أصلي على النبي بس أبغى فلوسي والحين كل يوم أصلي عن النبي لكن فلوس ما جتني الحين أنا أقول لك السر في الموضوع السر في قول كعب أو بي بنه كعب كم أجعل فما أجعل لك من صلاتي الحين أنت لما تصلي على النبي عشان تيجيك فلوس أنت صليت لنفسك أنت صليت يعني من أجل نفسك لكن هنا الصحابي حاول كلمة لك فما أجعل لك يعني بمعنى أنت علشان ربنا يكفي كل همومك ببركة الصلاة على النبي ويغفر لك كل ذنوبك ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تصلي على النبي كل أوقاتك وتهدي ثواب ذلك للنبي محبة بالنبي يعني تهدي ثواب أعمالك للنبي أنا حصلي في كل يوم مثلا عشر آلاف مرة آلف مرة خمسمية مرة مئة مرة أنا أصلي على النبي محبة بالنبي طيب النبي إيش يبغى أهدي أهدي مثلا سيارة ولا أهدي مثلا فلوس طيب ما كل الدنيا أصلا ما يشوفها النبي ولا مهتم فيها النبي إيش ممكن أهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنت ممكن تهدي النبي الصلاة على النبي أنك دائما تطلب من ربنا أن يصلي على النبي يا ربي صلي على النبي بصيغة الصلاة على النبي المعهودة بأي صيغة من الصيغة فلما أنت تنوي أنه أنا أصلي على النبي محبة بالنبي وأنا حهديك يا رسول الله اليوم مثلا ألف مرة صلاة عليك واليوم حهدي النبي عليه الصلاة والسلام عشر آلاف مرة أنت عندك يقين أنه النبي في كل مرة تقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حيسمعك النبي طيب إذا قلته مرتين حيسمعك النبي إذا قلته ثلاثة يسمعك النبي والملاكة تيجي على النبي وتقول له محمد صلى عليك يا رسول الله بعد شوية يجيون محمد صلى عليك محمد صلى عليك اسمك كل شوية يتردد فالنبي لما أنت تصلي علي إيش يعمل يسلم عليك ويصلي عليك يعني بمعنى يطلب من الله عز وجل أنه يقضي حوائجك فتصور أنت في كل يوم النبي يطلب لك عشرة آلاف مرة أنه الله يقضي حوائجك كل يوم مين اللي يطلب منك مش العبد المذنب يدعي لك إنما النبي يدعي لك أنه النبي يقول يا رب اقضي حوائج هذا الانسان كم مرة ألف مرة ألفين مرة على عدد صلواتك يعني كل وقت تصلي على النبي النبي حيدعي لك وأنت إيش لما نتصلي على النبي محبتك بالنبي جعلتك تهدث فهذا معنى فما أجعل لك من صلاة عليك بينما أنت لما نتصلي على النبي وتبغى مقابل تصور واحد مثلا يديك سبحة هدية ويقولك اديني مقابلها مثلا ألف دولار إيش الهدية دين هذه ليست هدية حقيقية الهدية أنك أنت تقدمها للمهدى له محبة فيه ولا تنتظر مقابل ذلك وشوف على حبيبنا النبي الكريم لما أنت تقدم له هدية حيزيدك أكثر ولكن أنت لا تجعل نيتك أن تأخذ مقابل ذلك لما تكون أنت بهذه الصياغة تأكد أنه كثرة الصلاة على النبي ترتب كل حياتك ترتب نفسيتك حتى الناس اللي يكثرون من ذكر الله أحيانا أسماء الله عز وجل وخاصة الحين بعض الناس ماخذين من اليوتيوب كل شوي يشوفون شخص في اليوتيوب يتكلم عن أسماء الله ويتكلم عن الصيغة الفلانية فهم يأخذون من هذا ويأخذون من هذا تتخربط حياتهم يقعون بحالة من الوهم أرجع أقول لا تأخذ من أي إنسان ما لم يطمئن قلبك له ما لم يكن من المتابعين لكتاب الله وليسنة رسول الله لا تأخذ من المبتدع خذ من المتبع خذ ممن قلبه منور كيف أعرف والله الحين صارت الأمور صعبة حتى أدعو كل إنسان لا يتابع إلا بعد يوصلي صلاة استخارة لأنه ربما أنت تتابع شخص وتظن عقليا أو نفسيا أنك أنت مرتاح له ولكن هذا الشخص يسممك من حيث لا تعلم يقول لك كلام مزوق في العلام وفي المعرفة ولكن هو نورانيا محجوب فيضيعك من حيث لا تدري بعد ما ينطعن قلبك وجوهرك وروحك لو جاءك الصحابة كلهم يقنعونك مش هتقبل ليه لأنه جوهرك سلب لما أنت تقبلت هؤلاء الناس اللي لخبطين يعني المهم فأنت لما تكثر من الصلاة على حبيبنا محمد عليه مزاجك يعتدل يعني أحيانا لما أنت تكثر من اسم من الأسماء وأخذته من شخص ما أنك عرف يقول لك مثلا ألفين مرة ثلاث ألاف مرة يا حبيب أنت ليه تقول مثلا قول للناس أربعين مرة أو ألاف مرة ليه حددت الرقم أنا زي كده يعني ما معارف إيش القصة هذه الأرقام لها معادلات روحانية خاصة إذا شخص مش مأذون ما عنده إذن ولا عنده معرفة أن يقول هذه الأعداد يعني مثل حين النبي يقول لك أنه بعد كل صلاة يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثا ليه أربعة وثلاثين ليه خمسة وثلاثين السر في الرقم فأنت لما تقول الأرقام من الأسماء من أي شخص زي ما يقوله سبهللة كل اسم تقوله له تأثير وتهييج طبعي فطباعك تصير بل عندها انحراف أنت ما تأثم لكن يصير في طبعك انحراف ممكن يصير معك مرض نفسي ممكن يصير معك مرض روحي ممكن يصير معك تهيج طبعي ولذلك العلماء قالوا اللي يذكر اسم ويصير عنده تهيج في طبعه إيش العلاج له قالوا أن يصلي على النبي بعد صلاة الصبح مئة مرة بهذه الصيغة اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تخرجني يا الله بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكله حتى يفهم إنك أنت الأعلم ولا أعلم إنك علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم عيدها مرة أخرى اللهم صلي على سيدنا محمد يكفي أنه أنت مع الملائكة تصير لأنه ربنا يقول إن الله هو ملائكة فالملائكة يصليوا العلاج وانت زيهم جمد تصليوا حالتك الروحانية بدأت ترتقي أحد الصالحين والعلماء اسمه أبو المواهب التونسي وسلام الله على كل أهل تونس يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية فالنبي قال له إنك تشفع لمئة ألف يقول لهذا الرجل إنك حتشفع يوم القيامة لمئة ألف تصور مئة ألف شخص مذنبين حيشفع لهم طبعا في ناس أكثر زي ما قال النبي عن أويس إنه يشفع بقدر ربيع ومضر فقال له بما نلت هذا الأمر يا رسول الله قال له لأنك تهديني ثواب صلاتك لا إلى نفسك يعني أنت ما تصلي من أجل نفسك إنما أنت محبة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام زي السيدة رابع العدوية رحمه الله ونفعنا الله ببركاتها كانت تصلي في الليلة مئة ركعة فتقول له أنا أصلي المئة ركعة مش علشان شيء فقط علشان النبي ينسر لأسر النبي عليه الصلاة والسلام عشان الملائكة لما أنتيج تقول له هذه الأمة اللي هي رابع العدوية اليوم صلت مئة ركعة فالنبي يفرح فأنا أبغى فرح النبي عليه الصلاة والسلام إذن لا تضيع منك هذا السر صلي على النبي وإهدي ثواب الصلاة على النبي لحضرة النبي وتأكد لما نتصلي على النبي كل يوم ألف مرة حيكون النبي هو مرشدك ومربيك ومزكي نفسك أحبكم بلا حدود فمعنا الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر